السلام عليكم انا الدكتور كارد ومارة استاذ جرحت العظام الحقيقة ان في ناس كتير من اللي بيتابعوا صفحتي لما شافوا الحلقة الاولانية اللي كانت طلعت على الصفحة بتاعتي بتاعت صفات الطبيب المسلم او الصورة المثالية للطبيب المسلم ففي ناس كتير بعثت لعيتي وانت المفروض بقى تعمل لنا خواطر كل يوم او كل يومين في رمضان عن حاجة معانة متعلقة بشخصية مسلمة على قد ما اقدر طبعا يعني حولوك في حدود اللي انا يعني بفهم عليه وهشوف هل فعلا انا حبقى مفيد ولا مش مفيد وده حيتبين من هنعرف عدد الاعجاب او عدد اللايك زي ما بيقولوا وعدد المشاركات عدد الشير لو لقينا ان العدد كبير وان فعلا الموضوع يعني تلقى استحسان منكو خلاص هاكمل يعني في خلال فترة شهر رمضان اللي هي خواطر متعلقة بحياتنا يعني متعلقة بحياتنا يعني هيبقى كل مرة بنتكلم عن حاجة المسلم يعني الطبيب المسلم الام المسلمة الاسرة المسلمة الاب المسلم المجتمع المسلم يعني أيه التصور وطبعا بقول مثالي لانه احنا دايما لازم عندنا مرجعية فاحنا بشوف ايه مرجعية بحيث نحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى قريبين منها فالنهار ده هتكلم عن الام المسلمة الام المسلمة يعني طبعا كلامي هيبقى في اختصار قدر المستطاع وزي ما قلنا لو لقينا ان فيه مشاركات واعجاب كبير من نحيتكم ويبقى ان شاء الله هنكمل في الموضوع دوت كل يومين حسب جدول عياتي وعملياتي طبعا الأم المسلمة بالنسبة لنا لازم نبقى فاهمين حاجة مهمة جدا هو أن للأسف الاستعمار حط في مخنا أن كلمة رب تمنزل دي كلمة وحشة أن رب تمنزل دي ياه دا مسكينة دي رب تمنزل دي ياه دوك بس بتاخد بالها من عيالها وبتربيهم ما مش رائعة وطموحة وبتشتغل خدامة عند المدير بتاع شركة فلان وسكرتيرا لفلان ومديرة مكتب فلان هو دا بقى صورة النجاح أن تبقى الست اللي بتشتغل خادمة عند الرجل الغريب دي رائعة لكن خادمة في بيتها دي حاجة وحشة قاوي أنها تخدم على جوزها أو على عيالها لا 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 دي حاجة مهينة دي معناها كده أنها يعني فشلت لكن في عرفنا رب تمنزل دا شيء الإنسان يفخر بي دا مهنة 24 ساعة دا شيء محترم لأن الأم والزوجة هي دي اللي بتصنع المجتمعات الناس بتنسى طارها لكن اللي بتفكرها بيه أمها الناس بتتربى على إيد أمها الناس بتتورث لبعضيها الهوية والعقيدة عبر الأجيال عن طريق الأم الأب بيسعى على أكل العيش بيزبط الأمور من بعيد لكن الأم هي اللي فيها يحمل أسرة فشلة أو أسرة نجحة وعش كده زي ما احنا شايفين دلوقتي الناس بتموت سنين مرميين بكورونا فيروس ويقولوا إيه دا دا ماتوا دا يا حرام دا ماتوا دا مهملين مهملين لأنه هو دي الحضارة اللي عملت فيهم كده إحنا ترابطنا هو دا الحامي اللي بيحمينا ضد الأم المسلمة بتهتم إن عيالها يتعلموا ويتعلموا كويس لكن لازم بتبقى عارفة إن المدارس دي دي ما بتعلمش حاجة المدارس دي هم نطلع منها بشوية قواعد الحساب وشوية اللغات اللي بنتعلمهم لكن التعليم الحقيقي هو التعليم بتاع البيت إن انت يتعلميه إنه هو يبقى بيحب القراية بيحب الاطلاع الكتاب دا بالنسبة له صديقه بيستمتع بالقراية الاستمتع بالقراية دا دا أساسا بيبقى بيجي بالتدريج تجيبوله كتاب للأطفال ويحبوه ويشخبط ويقطع ويجيب كتاب تاني وتالت إن البيت يبقى فيه مكتبة والمكتبة مش بس المصحف وشوية التفسير المكتبة دي فيها كل حاجة كل حاجة بيها فيها الحاجات اللي عجباكي والعاجات اللي مش عجباكي الحاجات اللي عجباكي جوزي كل مش عجباكي جيب المفكرين الفشلين وقرلهم بس لازم تجيبي برضو للمفكرين كويسين عشان تصلحي اللي بيفسده المفكرين الأفاقين أو المفكرين الكذبين لأنه مش معنى إن حاجة مكتوبة في كتاب تبقى حق ممكن حاجة مكتوبة في كتاب وتبقى كذب مكتوبة في كتاب وتبقى معلومة مذورة زي ما في العلم في عندنا أبحاث علمية غير دقيقة ومزورة وإحنا عارفين كده وعش كده دايما العالم الشاطر بيقرى في التفاصيل فبالتالي الأم الشاطرة عارفة إن المدرس دي كلها زي بقى الآخر عايزة إبني ياخد شهادة لأن هي دي المفتاح في الحياة الواقعي لكن الإبن الناجح مش بتصنعه مدرسة كذا أو كليت كذا الإبن الناجح بتصنعه إن هو عنده حب للتعلم حب الاستكشاف حب للإبداع وده بيتأتى في التربية عن طريق إن انت تديه لمساحة من القدر الثانية إنك تدي ولادك مسافة حكاية الأمهات اللي بتتابع عيالها 24 ساعة بالموبايل وبترقبهم وروحت فين يا حبيبي وكلت إيه وشربت إيه وكده انت كده بتحول عيل لعيل عيل في جسم صغير لعيل في جسم كبير الراجل ده بيبقى إنسان عنده استقلالية الاستقلالية دي مش هتيجي بإنك تقولي له إبقى راجل وإبقى مستقل إنه بإنه يعتمد عليه إنه تديه له مساحة من الثقة فهو بالتالي يشير الأم المسلمة بتهتم باللغة العربية اللغة العربية دي لغة القرآن لغة الحضارة بتاعتنا لغة الهوية بتاعتنا وبالتالي آه عايز يتعلم إنجليزي يتعلم صيني يتعلم فرنساوي يتعلم كل لغات العالم براحتك خالص لكن لغتك الأم هي اللغة العربية والعربية الفصحة إنه يتعلم عربي فصيح سواء عن طريق حفظ القرآن عن طريق حفظ الشعر عن طريق تطوير ملكات القراءة والكتابة انه يقدر يعبر عن نفسه بالكتابة ان تخلي ابنك او بنتك تكتب تكتب اي حاجة اكتبيه لي جواب تعبري فيها عن مشاعرك مش الجوابات الركيكة والرسائل بتاعت الواتساب اللي والفرانكو ارب او الرسائل اللي بتكتب الانجليزي وتلاقي امها فرحانة بيها جدا ان اخر خلاص كده بقت ايه البنت عبدة شطرة جدا لحضارة الغرب واعطيها بتقلدهم كويس الام الشطرة المسلمة بتهتم بقرآن وقرآن اراية وحفظ وفهم فيه ناس بتهتم بالقرآن وبس فيه ناس بتهتم بالقرآن وحفظ بتاعت قصار الصور اللي في الاول كده وبعاك هيكسروا فيه ناس الفهم ده اصلا بالنسبة لها مش مهمة اصلا والحفظ ده ده لازم يستمر الحكاية مش ان الطفل في ابتداء انا بعرف اسيطر عليه فانا بخليه يحفظ بعد كده ما كبر خلاص مش مهم لان الاهم هو الانجليش والماث والساينس والحاجات ده لا زي ما حضارك بتهتمي ان ابنك يروح النادي يتدرب زي ما ابنك بتهتمي ان هو توديه يوسي ماس وتوديه ما عرفش يتعلم سكيلز ايه لازم يبقى موضوع تعلم القرآن ده روتين في الحياة صيف شتا مدرسة او غير مدرسة من اول ما سن ترات اربع سنين لغاية تقولي مثلا ثانوية عامة او يخلص الكلية لازم يبقى استمرارية الحفظ دي مستمرة في عيالك الام المسلمة بتحافظ عن عيالها على طول بيحفظوا باستمرار انت بش بطلوب منك انك تشدع نفسك لأ المطلوب ان حضراتك كل يوم تدي نفسك بيحفظوا باستمرار انت بش بطلوب نفسك ساعتين ساعة قاعد مع شيخ بتحفظ وساعة انت مع نفسك بتحفظ بحيث انك بتحفظ وتروح تسمع له وتاخد جديد وهكذا ساعة في الاسبوع ساعتين في الاسبوع العمل دوام العمل وانقل احسن بكتير من انت فترة حماسة وبعد كده بتنام الام المسلمة بتهتم التعليم عيالها تاريخ الاسلام تاريخ الاسلام لان احنا حضارة الاسلام ده صنع حضارة الحضارة ده جيها هوية هي دي الهوية بتاعتنا هي دي اللي حننتصر بيها مش ان احنا نبقى قرود بتقلد الغرب الغرب سعيد بيك جدا وانت عبد عنده ممكن يبقى مبسوط قوي انك تروح تصلي الجمعة وتصلي في المسجد وتلبسي الحجاب بس المهم ان انت تشتري المركة اللي هو الغرب عاملها تتبعي الموضة اللي الغرب عاملها تسعي ورا اوامر الغرب قالك اعملي كذا تجري ورا تعمليه لكن اما تعلمي نفسك وتعلمي اولادك ان احنا لنا حضارة والحضارة ده عمرنا كان بتحكم العالم وان الحضارة ده اللي عملها دين الاسلام مش اللي عملها الامبراطور فلان او المحارب فلان انها مع عملها ان التاريخ بتاعنا مش بس شوية حروب مش بس نبقى مهتمين بصلاح الدين وخالد بن الوليد لا نهتم كمان بالفرابي والبيروني وابن سينة نهتم بعلماء الامة زي ما بنهتم الامم بتتكون من عقل العقل دوت اختراعات وابداع الابداع ده ابداع علمي وابداع ادبي بتتكون من عضلات حروب كبتدافع عنها بتكون من قلب اللي هو الايمان بقضية اللي هو قضية الدين بتاعنا اللي هو الروح بتاع حضارتنا مفيش حضارة بتبقى حربة بس مفيش حضارة بتبقى عقل بس مفيش حضارة بتبقى هوية ودين بس لازم يقتراتة مع بعض فيحنا الروح بتاعتنا وجسمنا وعقلنا لازم يبقى عارفينه وفاهمينه لان النهضة بتبتدي نمرة واحد بان العقل يستقل يستقل زي انك تبقى عيالك واثقة من نفسها انها تقدر علم عيالك ان بكرة افضل ان بكرة احسن مش ان ما فيش فايدة واصلحة طول عمرنا كده والفشل اه احنا بمر بفترة سودة لكن ده مش معنى ان الفترة دي ستظل الى الابد الفترات دي بتتغير وزي ما ربنا قال لنا تلك الايام نداولها بين الناس فبالتالي ده جزئية مهمة جدا اخر حاجة اللي هو موضوع العقل الاستهلاكي ما تعلميش عيالك ان هما يبقوا استهلاكيين ان هما يبقوا بيجروا وراء المضاط هما هيحبوا يقلدوا صحابهم وليهم صحاب كتير متخلفين وكلما كان الموضوع اكثر تفاهة انها تروح له لا انت يعلمي ان انتو مختلفين ان انتو متميزين ان احنا مؤمنين بقضية وان القضية دي بناخد عليها ثواب بايماننا بيها وبسعينا لها احنا مش بنتحسب على النتيجة لكن بنتحسب على العمل انت عليك تلعب كويس تلعب المتش كويس لكن نتيجة المتش تكسب تخسر ده مش شغلتك فانت نفس الحكاية اما النصر واما الشهادة احنا علينا السعي وربنا سبحانه وتعالى يا اما حيدينا ثواب الدنيا او ثواب الدنيا والاخرة السعي ازاي ان انا بحاول انصر ديني بالطريقة اللي في ايدي النهاردة الدنيا ظلمة بكرة حتنور زيادة النهاردة في ايدي بزرة وزرعتها في ارض قاحلة بعد سنة او بعد عشر سنين حتمطر المطرة على الارض دي والبزرة دي حتطرح المهم يبقى عندنا اليقين في نصر الله وده شيء تفزرعي في ولادك الايجابية والامل مش السلبية واليأس السلبية واليأس دي سهلة جدا انت لو كتبت اي حاجة على الفيسبوك او على اي تواصل اجتماعي فيها اكتئابية واناخده وسلبية حتلاقي كله بيعملها مشاركة وشير لكن لو كتبت حاجة واجب عليك تعمله ويجابية حتلاقي الناس كلها تقول ايه ده ده الواجب علي انا هو عايز يرمي دايما الشماء على حد تاني على حكومته على الحاكم على الظروف على الدنيا على الجو على اي حاجة الا ان هو يقوم بشي ايجابي فاليجابية دي تزرعيها في عيالك عشان لو احنا ما قدرناش ننهض بامتنا الجيل اللي بعدينا يقدر والجيل اللي بعدينا ما قدرش يبقى اللي بعديه يقدر بحيث ان في الاخر هتتحقق ان شاء الله نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام فينا باذن الله تعالى شكرا جزيلا